تستعد شركة الرلمي لإطلاق سلسلة جديدة في الأيام القادمة القليلة وهي سلسلة الرلمي 9 ومن بينها هاتف الرلمي 9E حيث سنتعرف على بعض مواصفاته ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد والآن هيا نبدأ السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية ظهرت العديد من التسليبات تؤكد أن الرلمي ستطلق سلسلة جديدة ومن بينها هاتف الرلمي 9E حيث ظهر له تصميمه الذي سياتي به وبعض المواصفات حيث أن شركة الرلمي عازمة على دخول عام 2022 بكل قوة وهذا لمنافسة المنافسة لها مباشرة وهي الشركة شاومي فهل أن شركة الرلمي قادرة على المنافسة أم لا؟ فشاركونا رأيكم في التعليقات هاتف الرلمي 9E يأتي بتصميم مشابه بشكل كبير لهاتف الرلمي GT Neo 2 فمن الخلف ستجد ثلاث كاميرات محاطة بمستطيل مع خطوط طولية على ظهر الهاتف لتعطي الهاتف أكثر جمالية ومن الأمام الشاشة تتي على شكل الثقف أعلى اليسعى مع حواف منحنية على الأطراف وهذا التصميم مغاير بشكل كبير على تصميم هاتفها السابقة الرلمي 8E وبالنسبة للخامات فهي من البلاستيك سواء في الظهر أو الإطار شاشة الرلمي 9E تتي من نوع IPS LCD بحجم 6.6 إنش بدقة Full HD Plus تدعم معدل تحديث 90 هرتز حيث أن هاتفها السابق الرلمي 8E جاء بمعدل تحديث أعلى 120 هرتز ولا نعلم لماذا الرلمي قللت من معدل التحديث على هاتفها السابق ولكن على العموم الشاشة جيدة بهذه المواصفات فانتظار كامل التفاصيل عليها والهاتف سيدعم منفذ 3.5 ميلي متر ومنفذ اليسبي من نوع Type-C ويدعم صوت سبيكر عادي وليس ستيريو ويدعم أيضا تقنية NFC وستجد بصمة الأسبع مدمجة في زر الباور أيضا هاتف الرلمي 9E سيأتي بمعالج مغاير على هاتفها السابق الرلمي 8E الذي جاء بمعالج الهيليو جي 96 ولكن هذه المرة الرلمي وفرت لنا معالج آخر وهو من شركة كوالكوم سناب دراجون 680 يدعم الفور جي فقط ويأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر مع المعالج الرسومي آدرينو 610 إلى حد الآن لا نعلم مدى قوة هذا المعالج في انتظاء ظهوره على اختبارات الأداء أيضا الهاتف سيأتي بخياري للتخزين 64 مع 6 جيجرام و 128 جيجرام مع 8 جيجرام مع ذاكرة من نوع UFS 2.1 أيضا هاتف الرلمي 9E سيأتي بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وبالنسبة لكاميرا سيلفي فتأتي بدقة 16 ميجابيكسل أيضا الهاتف هذه بطارية ممتازة بحجم 5000 ميلي أمبار تدعم الشحن السريع بقوة 33 نواط أيضا الهاتف سيأتي بواجهة الرلمي UI 2.0 مع نظام Android 11 كما أن الهاتف سيأتي باللون الأخضر على العموم هاتف الرلمي 9E سيأتي بمواصفات لا بأس بها وإلى حد الآن لم يتم الإعلان على السعر فكم تتفقعون سعر الهاتف في انتظار كامل التفاصيل عليه فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه موسيقى